تعلن وزارة الخارجية الأمريكية اليوم قرارها بضرورة سحب السلطات الكوبية حوالي ثلثي الموظفين في سفارتها بواشنطن بعد أقل من أسبوع من تقليص واشنطن حجم تمثيلها الدبلوماسي في هافانا بنفس النسبة تقريبا سحب الدبلوماسيين الأمريكيين من هافانا جاء استجابة للمخاوف المتنامية من استهداف الدبلوماسيين الأمريكيين هناك بهجمات غامضة أصيب فيها واحد وعشرون موظفا في السفارة خلال الأشهر الماضية بأعراض كفقدان السمع والصداع وسقوط الشعر أشياء سيئة للغاية وقعت في كوبا ستتاح الفرصة لتعرف على ما يجري في كوبا لقد ارتكبت أشياء سيئة وفيما لم يحدد ترامب المسؤول عن تلك الهاجمات الغامضة لم تكتفي واشنطن بمطالبتها هافانا بتخفيض تمثيلها الدبلوماسي لديها لكنها أقفت كذلك إصدار التأشيرات للكوبيين إلى أجر غير مسمى في حين نفت السلطات الكوبية مسؤولياتها عن الهجمات المجتمع الكوبي من أكثر المجتمعات الواقعة تحت المراقبة على مستوى العالم أي شخص سبق له السفر إلى كوبا أو التعامل معها يدرك أن القليل جدا من الأشياء تجري في البلاد دون علم الحكومة فكرة إصابة عشرين أمريكيا من العاملين في السفارة الأمريكية بكوبا مع عدم علم الحكومة لا أمر سخيف الكوبيون أعربوا عن شعورهم بالحزن والغضب إذا أقرار حجب التأشيرات إلى الولايات المتحدة الأمر الذي قد يزيد في رأي بعض المحللين من تشتت الأسر في وقت يقيم فيه ما يقرب من مليوني كوبي أمريكي بالولايات المتحدة وفيما اعتبر بعض المحللين قرارات الحكومة الأمريكية بمثابة خطوة إلى الوراء في العلاقات بين البلدين تره واشنطن ضروريا للتعامل بحزم مع الغموض المحيط بحقيقة ما يتعرض له موظفوها في هافانا ترجمة نانسي قنقر